أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين نُجدد اللقاء أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة دورة الإترجة ونحن بين يدي سور من كتاب الله عز وجل من الجزء السادس عشر وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن سورة محمد سورة الفتح سورة الحجرات سورة قاف سورة الداريات بإذن الله عز وجل نبتدئ بتوفيق الله عز وجل وعونه تيسيره في سورة محمد هذه السورة أيها الإخوة سورة مدنية سورة مدنية وذلك أنه ذكر فيها القتال وذكر فيها أحوال المنافقين وما يتعلق بهم فالحديث فيها مركز على القتال ولهذا لعلنا ندخل على السورة من مقصدها فمقصد السورة الذي تدور عليه والله تعالى أعلم القضية التي تركز عليها السورة وتعالجها هي قضية القتال لكنها القتال من حيث حظ المؤمنين على القتال وتوهين شأن الكافرين والتقليل من شأنهم وأمرهم يعني هي تحفيز المؤمنين على مواجهة الكافرين وبيان أن الكافرين لا شأن لهم وأن أعمالهم قد أظلهم الله فيها وأنهم ليس لهم شأن ففي ذلك من التحفيز وتقوية قلوب المؤمنين على الجرأة على قتال الكافرين ما فيه وهذا ظاهر من عدة وجوه الوجه الأول أن نسمها القتال سميت بمحمد لذكر محمد صلى الله عليه وسلم فيها والسور التي ذكر فيها محمد ثلاث ما هي؟ سورة آل عمران وسورة محمد وسورة الفتح وسورة الأحزاب أربع سور أحسنت فهذه السورة سميت بمحمد لأمرين الأمر الأول أن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الأمر الثاني أن فيها إظهار لشأن محمد صلى الله عليه وسلم على الكافرين والمنافقين الشانئين ويؤكد أن السورة في القتال أيها الإخوة أنها سميت بالقتال سورة القتال ويؤكده أيضا أنه صرح بذلك في السورة فقال في ضمن آيات السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال أي أن أعظم وأبرز ما ذكر فيها القتال فهي في شأن القتال والحظ عليه وتوهين أمر الكافرين أمر الكافرين ومما يؤكد ذلك أيضا أيها الإخوة هو قوله افتتاع السورة بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم ففيها تصريح وإبراز بأن الكافرين قد يصدون عن سبيل الله أولا أنهم قد كفروا ثانيا أنهم صدوا عن سبيل الله وهذا أعظم دافع وأعظم داع للمؤمنين أن يقاتلونهم فضلا عن أن الله تعالى أظل أعمالهم ففي هذا الافتتاح المفاجئ والصريح بشأن الكافرين هو الحقيقة غرضه الله أعلم بعث نفوس المؤمنين على قتال هؤلاء الكافرين الصدين عن سبيل الله وأيضا مما يؤكد أن السورة في القتال أنه قال بعد ذلك فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فيها تصريح بأمر القتال ولهذا قال بعدها والذين قتلوا وفي قراه الذين قاتلوا في سبيل الله وقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المقصد ومن ضمنها قوله في آخرها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فسورة واضح فيها هذا المقصد العظيم هذا المقصد الذي يحتاجه المسلمون في وقت فتورهم عن الجهاد وانقطاعهم عن وحاجتهم الشديدة إليه يحتاجون إليه في الوقت الذي يخشى على أمر الإسلام من الكافرين فيحتاج أن يستنهض أو تستنهض هيمم المسلمين إلى هذا القتال فليسوا في هذه الفترة في حاجة إلى أن يطلبوا السلم فيكونوا في وهن وضعف وامتهان من الكافرين وما نحن فيه أيها الأخوة من الأحوال والأوضاع والأحداث التي تجري اليوم خاصة لأمر إخواننا في سوريا هم بحاجة إلى مثل هذه السورة العظيمة التي تستنهض هممهم وتقوي عزمهم وتثيروا نفوسهم في مواجهة عدوهم وعدم الوهن في نفوسهم فإنهم اليوم لا رجوع لهم ولا سبيل إلى الرجوع وهم اليوم بحاجة إلى أن يشدوا عزائمهم والمسلمون جميعا في أقطار الأرض واجب عليهم أن يشدوا العزم في الوقوف مع إخوانهم هناك فإنهم والله بحاجة إلى هذا الأمر العظيم من شد أزرهم ودعمهم والوقوف معهم في مقابل ما نراهم من وقوف الرافضة الحاقدين على السنة على أهل السنة في دعمهم ووقوفهم مع إخوانهم النصيريين أقول هذا ونحن أيها الإخوة نستقرئ من كتاب الله عز وجل منهجنا وحياتنا ونقتبس من هذا النور هدينا في واقعنا وإلا فأين أثر القرآن فينا نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل نستنهض فيه الهمم ونستلهم منه الهداية والتوجيه والمنهج وما هذه السورة إلا طريق في ذلك الوقت أيها الإخوة ربما لا يسعف لتطويل وإنما هي شذرات ولطائف في هذا السياق يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم لاحظوا أنه صرح بكفرهم فمما أدى إلى ظلال أعمالهم أنهم كفروا وهذا يبين أيها الإخوة ويؤنس المؤمنين ويشد من قلوبهم أن الله سيضل أعمال الكافرين مهما كانوا عليه من قوة ومن عتاد ومن معونة من أنصارهم فإن كفرهم كاف في أن الله سيضل أعمالهم وأن العاقبة عليهم ثم زيادة على ذلك وصفهم بأنهم صدوا عن سبيل الله وصدهم عن سبيل الله يدخل فيه أذية المؤمنين يدخل فيه التضييق على عباد الله الصالحين يدخل فيه امتهانهم لبيوت الله عز وجل يدخل فيه ما كان من أمر المشركين من إخراج المسلمين من مكة إخراج النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من التضييق على أصحابهم وأهلهم وذويهم من الدخول في هذا الدين كل ذلك صد عن سبيل الله عز وجل ثم قال الله تعالى أظل أعمالهم هذه عاقبة للكفر وعاقبة للصد أن الله سبحانه وتعالى سيضل والضلال هو التيه ومعنى ذلك أيها الحبة أن الكفر عاقبته بوار ولا نهاية له صحيحة سيكون ضلالا وحيرة ونهاية مؤلمة في الدنيا وفي الآخرة قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم هذا وصف لأهل الإيمان ولاحظوا أيها الأخوة وفي سياق السورة وهذا ملحظ لطيف فيها أنها جاءت بذكر الطائفتين في كثير من آياتها سنمر في آيات السورة أنها ذكرت أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين أحوال المؤمنين ثم أحوال الكافرين جزاءً وأعمالً وحالً ووصفًا وإلى غير ذلك فهنا ذكر في الآية الأولى حال الكافرين ثم قال في الآية الثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات في مقابل الذين كفروا وقوله وآمنوا بما نزل على محمد في مقابل وصدوا عن سبيل الله فهم آمنوا بما نزل على محمد وهو القرآن قال وهو الحق من ربهم ما هو الحق من ربهم هو ما أنزل على محمد وهو أيضًا محمد هو الحق من ربهم فما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق فهم آمنوا بما أنزل وأيقنوا به وكفر عنهم سيئاتهم هذا في مقابل إيش في مقابل حال الكافر قوله أضل أعمالهم فهؤلاء المؤمنين كفر عنهم سيئاتهم وهذا يؤكد أيها الأخوة أن الإيمان والتصديق سبب من أسباب تكفير السيئات سبب من أسباب تكفير السيئات ثم قال الله تعالى أصلح بالهم ما معنى أصلح بالهم البال ما هو البال إما أن يكون البال هو الخاطر والعقل والتفكير وما يدور في أذهانهم وعقائدهم ومفاهيمهم فالله تعالى بسبب هذا الإيمان والتصديق الله سبحانه وتعالى يصلح عقولهم بالهدى ونور الحق ونور الإيمان ونور القرآن فتكون أراءهم سديدة وأقوالهم سديدة وتصوراتهم صحيحة وما يخطر على بالهم يتجه نحو الهدي الصحيح فأصلح بالهم أصلح خواطرهم وعقولهم ويدخل في ذلك أيضاً أصلح بالهم أصلح أحوالهم كلها ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف الطيفتين أيضاً ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل لماذا أظل أعمالهم؟ لأنهم اتبعوا الباطل فاتبعوا الباطل فكفروا وصدوا عن سبيل الله فكان عقبتهم أن الله سبحانه وتعالى ظلهم هؤلاء الذين كفروا اتبعوا الباطل فأي باطل هم متبعون له وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم لاحظ قوله تعالى من ربهم أنهم يتبعون ما جاءهم من ربهم عز وجل وهذا هو الهدى فإذا كنت تروم أن تكون من أهل الإيمان فانظر ماذا يأمرك به ربك فاتبعه هذا هو اتباع الحق من ربهم قال الله تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ما الغرض من هذه الجملة؟ الغرض من هذه الجملة بيان أن الناس فريقان أن الناس فريقان فريق الكفر وفريق الإيمان كذلك يضرب الله أمثالهم مثل الأهل الكفر ومثل أهل الإيمان ولهذا السورة بنيت على هذا التقسيم في كثير من آياتها كما ذكرت لكم قال الله سبحانه وتعالى فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ لاحظوا أنها جاءت الآية بالفائل التعقيب لما شحن قلوب المؤمنين على الكافرين وبيّن أن هؤلاء الكافرين ليسوا على الحق وأنهم كفروا وصدوا واتبعوا الباطل فما بقي إلا أن تواجهونهم على كفرهم وتقفون في وجوههم لألا يغلب الباطل على الحق ولألا يكون كفرهم وظلالهم يغلبوا الحق وأهله فقال الله تعالى فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ما قالوا اقتلوهم قالوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ لاحظوا هذا التعبير القوي المتين الذي يبعث في قلوب المؤمنين القوة ويحفز نفوسهم للجرأة على قتال الكافرين فضرب الرِّقَاب ولا شك أن ضرب الرِّقَاب أعظم أثراً في نفوس المؤمنين من العزة والتمكين والعلو من قضية القتل المجرد فلهذا قال فَضَرْبَ الرِّقَابِ يعني أن المؤمن حينما يقتل كافراً بالسيف يضربه ضرباً بالسيف أعظم من قضية أنه يرميه رمياً في شفاء غليله وفي ظهور عزته وتمكين ما في نفسه قال حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ ما معنى أَثْخَنْتُمُوهُمْ تَحْتَمِلُوا معنين المعنى الأول حَتَّى إِذَا قَتَلْتُمْ مِنْهُمْ قَتْلًا شَدِيدًا وَلَمْ تُبْقُوا مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا يعني أثْخَنْتُمْ فيه القتل والثخانة في اللغة هي الأمر الثقيل أثقلتم فيهم القتل وأكثرتم في قتلهم وما بقي منهم إلا بقي فشد الوثاقة في هؤلاء البقية يعني هنا أثخنوا القتل أكثر وأسروا من تأسرون منهم فانظروا إلى التأكيد على القتل أكثر من الأسر يعني كأن الله تعالى يقول ليكن همكم في القتل أكثر من الأسر ثم المعنى الثاني هنا في هذه الآية حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ يعني تمكنتم منهم تمكنتم منهم قاتلتموا حتى تمكنتم من ديارهم أو تمكنتم منهم وحاصرتمهم فشد الوثاق يعني الأسر الوثاق مأخوذ من توثيقهم لأن الأسير في الأصل يوثق حتى لا يهرب أو يذهب هنا أو هناك فشد الوثاق قال الله تعالى فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُوا وَإِمَّا فِدَا ما معنى مَنَّا بَعْدُوا؟ مَنَّا بَعْدُوا تحتمل ماليان المعنى الأول المن عليهم بإطلاق سراحهم والمعنى الثاني ما هو؟ لا المعنى الثاني في المن في المن إبقاؤهم عبيداً تحت أيدي المسلمين هذا من؟ بل هو قد يكون خير المن لأنه قد يكون سبباً في إسلامهم فالعلماء أدخلوا من المن عليهم إبقاؤهم عبيداً واستخدامهم ودعوتهم إلى الإسلام فإن ذلك من المن والحالة الثانية إما مناً بعد وإما فداء والفداء هو أن يؤخذ منهم ما يفتدون به أنفسهم من الأسر فيطلقون لكن هنا لماذا قدم المن على الفداء؟ يعني أيهما أولى أن يمن على الأسير فيطلق بلا مقابل أو يفدى بمقابل لينتفع المسلمون من هذا المال؟ أيهما أولى؟ طيب قال الأخ الفداء ليكون فيه هناك مقابل هذا الفداء هنا قدم المن طبعاً هنا كما ذكر الأخ هو راجع إلى المصلحة المسلمين وحاجتهم ورأي ولي الأمر لكنه لماذا قدم هنا المن؟ لأن المن أيها الأخوة فيه اليد العليا خير وأحب الله من اليد السفلة في كل خير لكن حينما تمن عليه يكون لك الفضل عليه وهذا يبعثه في نفسه أنه حينما أطلق الصراحة من غير فداء ذلك سيحبب إلى قلبه الإيمان وأهل الإيمان ثم أيضاً إذا ذهب إلى بلده فإنه لن يغل صدره على المسلمين ويشحى النفوس أهله ومن يلاقيهم على أهل الإيمان لاحظوا هذه المصالح كلها معتبرة في هذا المن هذا المن ليس مجرد أنه يطلق صراحه فقط وإنما ليعرف على أن الإسلام دين رحمة وأنك أطلق صراحك مع التمكن منك فيقرب ذلك قلبه إلى الإيمان قال الله عز وجل حتى تضع الحرب أوزارها ما أجمل وأبلغ هذه العبارة هذا استعارة ضمنية في هذا الأسلوب فقال حتى تضع الحرب أوزارها الحرب لا تضع أوزارها الحرب تنتهي بانتهائها أو بعدم وجود أسبابها لكن قوله حتى تضع الحرب أوزارها دليل يعني يبين معنى أنه حتى كأن الإنسان يضع أوزاره أو ما يثقل ظهره وما يشد حمله بعد انتهاء عمله والمشقة الطريق الذي سار فيه كأن الله تعالى يقول حتى تنتهي الحرب وينتهي أمركم مع الكافرين فوضع الوزر أو نعم وضع الوزر يحتمل معنيان محتمل الأمر أن الإنسان إذا استرخى وقت الراحة يضع زاره والأمر الثاني وهو أقرب أن الإنسان إذا ارتاح من سفره وضع أو زاره وأثقاله التي عليه أثقال السفر من المتاعي وغيره قال ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم يعني كأن الله تعالى يقول لو شاء الله لم يشرع لكم الجهات لن تصر منهم بغير ذلك أرسل عليهم ريحا أو أرسل عليهم جندا من جنده فلا حاجة إلى القتال إذن لماذا القتال؟ القتال قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض لاحظ قال ليبلوها أي ليختبرا بعضكم ببعض فالجهاد إنما شرع أيها الأحبة مع قدرة الله ومشيئته على إنفاذ أمره بغير ذلك حتى يبلو ويختبر ويمحص الصادقين المؤمنين في إيمانهم وبدلهم ونصرتهم لدين الله من غيرهم حتى يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق وحتى يظهر في ذلك عز الإسلام على المسلمين وحتى يكون في نصر الله عز وجل المؤمنين على الكافرين قرة أعين لهم لأن المؤمنين حينما ينصرون على الكافرين بأيديهم أشفى لصدورهم من أن الله ينزل على الكافرين بلاء من عنده فذلك أمر مقصود في هذا البلاء والابتلاء قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله وفي قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ما هي أعمالهم؟ ما هي أعمالهم؟ الأصل هنا في السياق الحديث أنها أعمال الجهات فلن يضل أعمالهم الجهات فلن يضل أعمالهم التي عملوها ثم أعمالهم الأخرى التي عملوها قبل ذلك سيهديهم ويصلح بالهم وهنا أكد على صلاح بال المجاهدين أكثر من غيرهم ولاحظوا أيها الحبة هذه الأمور الأربع التي خص فيها المجاهدين في سبيل الله أو شهده والله لهي كافية في تحفيز المؤمنين على القتال يصلح بالهم لن يضل أعمالهم سيهديهم الله عز وجل إلى كل خير ويصلح بالهم يصلح أمرهم كله ومن ذلك عقولهم وأفكارهم وأراءهم مسددهم ويدخلهم الجنة ماذا بعد ذلك ماذا بعد ذلك من التحفيز الذي يرغب به المؤمن في الجهاد في سبيل الله والله لهذه كافية في تحفيزه وحظه قال الله تعالى ويدخلهم جنة عرفها لهم ما معنى عرفها لهم؟ أي بيّن أوصافها وزينتها وحفزهم إليها بأنواع من الأساليب التي ذكرها الله تعالى في كتابه قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم هذا بيان لسنته سبحانه وتعالى أنكم إن نصرتم الله وأقمتم على دينه وبذلتم وسعكم في نصرة الدين فإن الله نصركم سنة إلهية ثابتة سنة إلهية ثابتة بأن المؤمنين المسلمين إذا أقاموا أمرهم على دين الله وصدقوا الله في نصرة الدين وهذا الجهاد في سبيل الله لوجه الله تعالى فإن الله ناصر وإننا لنرجو الله عز وجل في هذه الآية نحقيقها فيما نراه اليوم في حال المسلمين وخاصة في حال إخواني في سوريا وفلسطين فإننا اليوم نرى أيها الأخوة أنهم الآن حقيقة انبرت نفوسهم إلى أن يقاتلوا هذا العدو الظالم الغاشم عليهم وما طلبوا إلا نصر الله عز وجل حتى أنه فيما نسمع من الأخبار أنهم استعدوا للجهاد وللموت وعزموا على ذلك وكلماتهم وتصريحاتهم في وسائل الإعلام والله إنها لا تثلج الصدر مما كان مما يكمن في نفوسهم من الصدق واليقين بالله عز وجل والرغبة في الجهاد في سبيل الله ونصرة هذا الدين وكف هذا العدو الظالم الغاشم المبين والله إن هذا لمما يؤمل به أيها الأخوة أن يكون بإذن الله ثقة بالله أن يكون هذا ضامنا لهم للنصر وإن أمارات النصر في حال إخواننا في سوريا ثم غيرهم في فلسطين وغيره لهي ظاهرة بإذن الله يكاد تتواتر وتتوافق آراء الأهل العلم راسخين بسنن الله عز وجل وأهل الخبرة وأهل القتال وأهل السياسة يجمعون ويتفقون أن أمر هؤلاء بإذن الله ظاهر وأن أمر هؤلاء الكافرين المصيريين الظالمين بائت في ضلال وهزيمة قريبة بإذن الله عز وجل نسأل الله بإذن الله وقوته أن يرينا في هؤلاء الظالمين أمره الشديد وأن يقر أعيننا بنصر إخواننا نصرا مبينا ثم قال الله سبحانه وتعالى ويثبت أقدامكم يعني إن كنتم قصدتم بهذا النصر نصرة الله فإن الله سينصركم ويثبت أقدامكم على هذا الجهات وما أنتم فيه ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم ما معنى تعسا؟ يعني لاحظوا هذه الكلمة البليغة العظيمة ليس هو فقط تعسا يعني هلاكا هلاكا وضلالا وبؤسا وسفولا والله إن هذه الكلمة تحمل هذه المعاني كلها التعاسة من الحزن والكآبة ومن الضلال والهلاك والبوار كله داخل في معنى هذه الآية ولذلك قال وأظل أعمالهم في هذه الآية أعاد قضية ضلال الأعمال المتعلق والله تعلم في سياق الآيات وهو أمر الجهات أو أمر القتال أن الله سيظل أعمالهم في القتال ونحن نرى يا أخوان الكرام الآن ترون كيف يتخبط هؤلاء في أعمالهم ليس لهم طريق واحد ليس لهم منهج لم يثبتوا على أمر فهم في تخبط في أمرهم وسنرى في ذلك بإذن الله آية من آيات الله فيهم قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يعني يبين الله عز وجل تأكيداً على أن هذا الأمر الذي هم فيه بأنهم كفروا وأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم تأكيداً وإعادةاً وتحقيقاً لما في نفوس المؤمنين من التحفيز ومعرفة حال أعداء الله وعاقبتهم قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض الخطاب لمن الخطاب للكافرين انظروا مما يؤكد صدق وعد الله فيكم وأن الله سيحبط أعمالكم وسيضل أعمالكم سيروا في الأرض فانظروا أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ممن كفر وصد عن سبيل الله وكفر وكره ما أنزل الله كيف حالهم دمر الله عليهم لاحظ كلمة دمر التدمير بمعنى الهلاك التام دمرهم تدميراً وهذا ظاهر في حال القوم والأمم التي استأصدتها صلها الله عز وجل بعد تكذيبهم لأنبيائهم قال الله وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا من هم الكافرون أولاً قريش الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأن في هذه الآية تهديد لهم وعيد وأن الله عز وجل سيهلكهم وكأن هذه الآية مؤشر لماذا؟ أو تشير وتعرض بماذا؟ بنصرة أو بهلاك طغاتهم وزعمائهم في بدر كأن الله تعالى يتوعدهم في ذلك في بدر وما بعدها من المواقع قال الله تعالى ذلك أي تدمير الله عز وجل ونصرة المؤمنين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ومن يكون الله مولاه فالنصر حليفه ولا شك قال الله وأن الكافرين لا مولى لهم لا نصر لهم فإذا كانوا هؤلاء الكافرين في مواجهة مع أولياء الله الذين هم منصورون بأمله فمن يقف فمن يستطيع لقوف في وجه نصرة الله وولايته للمؤمنين ثم قال الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار لاحظوا أيها الحبة أن هذه الآية فيها أيضا تشويق للمؤمنين لما وعدهم الله في جنته قبل ذلك في قوله تعالى ويدخلهم الجنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم لاحظوا قوله عرفها لهم جاء تفسيرها في السورة عرفها لهم يعني بيّنها وعرف أوصافها ما هي أوصاف هذه الجنة؟ التي تمكن في قلوب المؤمنين الثبات والقوة والتطلّع لما عند الله من الأجر والجزاء الحسن في الجنة قال الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار هذا وصف أولا وعد بالدخولهم يدخلهم بماذا؟ بوصف الإيمان والعمل الصالح جنات تجري من تحت الأنهار هذا حاقبة للذين آمنوا وإن كان أمرهم في الدنيا في ضعف أو في قلة أو في فقر وربما يكون ذلك بتساؤل وهو إذا كان وعد الله حق وأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لمولى لهم ما الذي نجعلنا نرى هؤلاء الكافرين في العزة وفي متعة وفي ظهور فأجاب الله عز وجل إن هذه الدنيا متعة للكافرين لكنها عذاب عليهم في الآخرة قال الله والذين كفروا يتمتعون في الدنيا والمتاع هو الأمر المتعة مؤقتة يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام انظر كيف وصفهم بمتعة الأنعام يعني أن حالهم في الدنيا كالأنعام ليس لهم شأن في الحياة إلا متعة الأنعام كما تأكل الأنعام ولكن قال والنار مثوى له مثوى يعني مصير ومستقر ويثوبون إليه ويستقرون فيه فإذا قال ثاب إلى كذا معناة استقر فيه كأن الله تعالى يقول هي ما استقرهم أما ما هم فيه الآن من متعة ومن ظهور ومن متاع وعدة فإنه زائل قليل منقطع قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم هذه الآية فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها توعد للمشركين الذين أخرجوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك ما هي تلك القرى التي هي أشد قوة كعات وثموت عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي وصفها الله بالقوة فهي أظهر وأقوى من هذه القرية التي أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الله يقول إذا كان الله تعالى قد أهلك أولئك وهم أقوى من هؤلاء فإن الله مهلك هؤلاء وهم ليسوا عند أولئك بشيء فقال الله قريتك التي أخرجتك كأن الله تعالى يبين هنا سبب استحقاقهم للهلاك وهو إخراجهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيها الأخوة ما يؤخذ منه أن المؤمنين إذا أخرجوا من ديارهم وقهروا في بلدهم وظلموا وطردوا فإن هذا من أسباب استحقاق أعدائهم للهلاك وما نراه اليوم أيها الأخوة من مطاردة وتضييق لإخواننا المسلمين خاصة في فلسطين وفي غيرها من بلد الله لهو والله مؤذن بإذن الله لإهلاك هؤلاء الكافرين قال الله تعالى أهلكناهم فلا نأصر لهم إذا أهلكهم الله من ينصرهم؟ إذا أتى أمر الله على هؤلاء اليهود من ينصرهم أيها الأخوة؟ والله لا سبيل لأحد أن ينصرهم ولا أن يمدهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم لاحظوا أيها الأخوة المقابلة كما ذكرت لكم السورة فيها مقابلة كأن الله يصف هنا حال هؤلاء وحال هؤلاء أفمن كان على بينة واضحة وهدى من ربه عز وجل كمن زين له سوء عمله بهذا الكفر وهذا الضلال وعبادة الأصنام وما هم فيه من صد عن سبيل الله الذي زين لهم واتبعوا أهواءهم أي أن أمرهم ليس من ربهم وإنما هو من أهوائهم أولئك كانوا على بينة من ربهم وهؤلاء زينت لهم أعمالهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم فرق والله أي فرق فرق أي فرق بين هؤلاء الطائفتين قال الله عز وجل تكراراً عوداً على حظ المؤمنين وتحفيزهم في وعد الله لهم قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وعد المتقون فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير آسن ومعنى آسن أي متغير يعني فيها أنهار جارية غير آسن وإنما ذكر الله تعالى هذه الأنهار وهذه الأنواع من الأطعمة التي كان يتلذذ بها هؤلاء الكافرين في الدنيا فجعلها الله تعالى خالصة لعباد الله المتقين في الآخرة في الجنة قال فيها أنهار من ماء الماء النهر في الماء معروف فهو معروف في الدنيا أنه هناك أنهار ماء غير آسن لماذا قال غير آسن؟ لأنه الماء حينما يجري فهو أصف له وأنظف له من الماء الراكد وإنما وصفه هنا لأن الجزيرة لم تكن فيها أنهار فكأن الله تعالى هنا يشوق المؤمنين ويبين للكافرين حال المؤمنين في الآخرة مما هم فيه من عين قال وأنهار من لبن لم يعرف في الدنيا أنهار من لبن فالله عز وجل يزيد هؤلاء المؤمنين من النعيم ما لا عين رأت في الدنيا ولم يروه ولم يتصوروه لكنه ذا لذة ونظرة وجمال قال الله تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وإنما وصفه الله تعالى بأنه لم يتغير طعمه بأن حال اللبن في الدنيا في الغالب إذا تصور ذلك في حال العرب لم يكن يبقى اللبن على طول المدة لم يتغير فهم يحلبون ثم في آخر الوقت تغير طعمه فيشربونه على تغير طعمه فيبين الله أن اللبن في الجنة للمتقين لم يتغير طعمه ثم قال الله وأنهار من خمر لذة للشاربين هذا الخمر الذي هو لحال أهل الدنيا وهؤلاء الكافرين غصة هو ليس لذة لهم وإنما يشربونه لا للذته وإنما لمخامرة عقولهم به وما يرجون من غياب عقولهم بهذه يحصل بهم السكرة بعد شربه وإنما شرب الخمر ليس فيه لذة لأن فيه ملوحة وحموضة لا يطيقها إلا من أجل ما بعدها قال الله تعالى لذة للشاربين واللذة هي سرور نفسي وإحساس مع سرور بهذا الشرب الذي يشربونه ولذلك فإن الخمر في الآخرة إنما هو للذة لا للسكرة قال الله أنهار من عسل مصفة وإنما ذكر قوله مصفة لأن العسل في حال العرب غالبا ما يشوب الشوائب من بقايا من شمع أو غيره خاصة وأن العرب يؤت لهم العسل من خارج وفي مكة من الطائف أو من اليمن أو غير ذلك فلابد من شيء يتغير فيه قال الله ولهم فيها من كل الثمرات فنوع الله لهم من كل الثمرات ليبين أن لهم نعيما لا منتهى له قال الله سبحانه وتعالى ومغفرة من ربهم ما مناسبة قوله مغفرة هنا لفتة جميلة وهي كأن الله تعالى يقول هذا النعيم فيه هو لكم ومغفرة من ربكم لا حساب عليه فما أعظم هذا النعيم الذي لا حساب عليه كأن الله تعالى يقول اشربوا وكلوا وتمتعوا بلا حساب مثل ما قال الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهنا يقول لها الجنة كلوا واشربوا وتمتعوا فقد غفرت لكم فلا حساب يعني لا يتخوفون من هذا الذي يشربونه ويطعمونه وإنما يتلذذون فيه ويستمتعون بما أنعم الله عليهم بلا خوف من حساب قال الله تعالى كمن هو خالد في النار انظروا بعد ذلك ذكر حال الكافرين واختصر حالهم يعني أكما هو خالد في النار يا ذنب الله وسقوا ماء حميمة لاحظوا أنه ذكر هنا شرابهم فقط ولم يذكر طعامهم في مقابل ذكر شراب المؤمنين كمن وسقوا ماء حميمة والحميم هو الماء الحار الذي أحمي يا ذنب الله فقطع أمعاءهم وهي المجاري الماء إلى المعدة فما أعظم هذا الشراب الذي يشربونه لا يجدون فيه لذة بل يجدون فيه عذابا يا ذنب الله انظروا إلى هذه المقارنة بين حال المؤمنين وحال الكافرين في الدنيا ثم حالهم وجزاهم في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك